موسيقى السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته نتمنى الفيديو الجديد يجلقاكم في احسن احوال اليوم نحضركم الثاني يجي رائع ومنين بسوس يوغورت عيوات لبشاميل انا اكده ستعجبكم غير جربوه وتبع معي الوصفة للاخير بسم الله نبدأ على البركات الله هنا سنحتاج 150 قرام على حسب متوفر من الكفتة او لحم مفروم هنا سلقتهم ثلاثة البطاطة كبار وهذه واحد مطيشات حكيتهم بهذه الطريقة نجربهم لصص طومات هنا فخماج محكوك بصلة باش نجروها مع الكفتة وهنا يوغورت طبيعي بدون السكر بيضاء باش نجروها مع البطاطة واحد معقة كبيرة من القصبو الأخضر زعتر بودر ستوم مطارد وغا نحتاجه الإبزار والملح طبعا ونبدأ مباشرة الوصفة اول حاجة غا نبدأ بها فاح الكسرولة غادي نجر هذيك طومات وطبعا المقادر على حسب عدد الأفراد وغادي نجري عليها غالة طرية الملح وفلفل الأحمر نصف ملعقة صغيرة وغادي نزيد عليها نصف ملعقة صغيرة وغادي نزيد عليها نصف ملعقة صغيرة نصف الكمية أو تقريبا غادي نصف الكمية وإنما غير القليل من هذا القصبو الأخضر ونخلي الأخر الاستعمارات الأخرى سوف نديرها فوق البطاطة وندير واحد الخطيط الزيت البلدية ونضح البصلة البصلة اللي سنضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها مع دي الكفتة مع العطرية ونضيفها سوف نضيفها سوف نضيفها في واحد المقلب هذا الشكل ونضيفها لحم المفروم أو الكفتة ونضيفها سوف نضيفها بالدجاج سوف نضيفها قليل من القصبور الأخضر ونضيفها مع العلقة صغيرة سوف نضيفها سوف نضيفها ووجبة عشاء سريعة من الملح والإبزار حسب الطوق سوف نضيفها ونضيفها ونضيفها فلفل أحمر في هذا الشكل ونضيفها قليل من بودرة التوم واحد نصف ملعقة صغيرة ونضيفها من زيت البلدية سوف نضيفها فوق البوطة ونضيفها في المرحلة الأخرى سوف نضيفها ونضيفها 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 حرقة ونضيفها 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 مع اضافة طبعا واحد القليل من الزيت البلدية على حسب الضوء سوف نغنيه هذا اليوغورس و اعطيه واحد لماذاق سوف نستمر في التحريك حتى نحصل على واحد الصلص في هذا الشكل سوف نجيب البطاطا مسلوقة سوف نضيف الملح و ابزار و الكمية التي تبقت لي من القصبر الاخضر سوف نضيف البيضة ممكن تستغنو على البيضة غير هي تجمع لنا تجمع البطاطا سوف نضيف البيضة سوف نحرك العناصر جيد هذه الشكل سوف نستمر سوف نضيف الملح سوف نضيف الملح جميع البطاطا سوف نضيف الملح سوف نضيف المونتج للمونتج هنا هنا بطاطا لصص 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 نضيف المونتج نضيف المونتج فران مثل الى حسب العدد الافراد سوف نضيف لصص اضيف المونتج لنضيف عدد اضاف الماء نضيف المصدر نضيف المونتج نضيف المونتج المهم ان تخذ قليل من البطاطس و تبسطوها في هذا الشكل هنا ضرورة تستعنون ماء و زيت سوف نضيف 1 ملعقة و 1 ملعقة و نضيف الكفتة و نضيف الزيت أو الماء سوف تجمعها في هذا الشكل و تغطي وقاح الكفتة بالبطاطا سوف تستمروا حتى تكملوا البطاطس سوف نضيف الكفتة سوف نضيف الكفتة سوف نضيف الكفتة و نضيف الكفتة بالبطاطس سوف نضيف الكفتة بالبطاطس سوف نضيف كوريات نسرع التفاصيل سوف نستمر الزجاج نعمر الكورات من فوق بلاصستومات سوف نسرع سوف نستمر مرة اخرى احتكى نبسط السوسطمات فوق القرات البطاطس في الاخر سوف نفق الفخوماج الفخوماج يعطي طبقة مقرمشة او جزوين سوف نستمر احتكى نكمل الفخوماج سوف نستمر بحالة سوف نستمر سوف نستمر بحالة سوف نستمر بحالة سوف نستمر بحالة سوف نستمر بحالة